السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية دعوات لتسجيل بيانات المواطنين قصد الاستفادة من دعم مالي بمناسبة عيد الاضحى المباركة لا سيما على تطبيق التراصل الفوري واتساب تدعو المواطنين للاستفادة من دعم ماد تقدمه الحكومة بمناسبة عيد الاضحى قدره 1400 درهم بهذا الخصوص قالت الحكومة المغربية عبر بلاغ للوزارة المنتدبة انه يتم تداول اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن دعوات كاذبة لتسجيل بيانات المواطنين قصد الاستفادة من دعم موجه من طرف الحكومة بمناسبة عيد الاضحى وعلاقة بالموضوع حسب مصدر الحكومي فالفحوصات التي اجريت على مستوى الويب اثبتت ان الموقع الذي يجري من خلاله تعبئة الطلبات لا يتبع لاي مؤسسة مغربية وقد جرى انشاؤه يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 فقط نفس المصدر اضاف ان الهدف من اطلاق هذا المنشور هو الاحتيال وقرسنة الهواتف وما تتضمنه من صور وفيديوهات وخصوصيات مشيرا الى ان الاخبار الموتوقة يجري نشرها عبر القنوات الرسمية واي تنفي الحكومة صحة ما يروج داخل هذه الاعلانات التي لا يعرف اصحابها ولا الغاية منها يضيف البلاغ فانها تؤكد على ان التواصل الحكومي يتم عبر القنوات الرسمية التي دابت الحكومة على استعمالها اشتركوا في القناة